الرحمة لشهداء العراق من الشباب اللي وصفتهم بالمندفعين وإن شاء الله الشفاء للجرحى وندعو الله أن لا تتكرر هذه الفاجعة عمرة أخرى بما يخص خطاب السيد الصدر أعتقد الرسالة الأكبر اللي وصلت اليوم إلى كل العراقيين أن هذا الرجل لديه جمهور بغض النظر عن تقييمنا الشخص لهذا الجمهور ولكنه جمهور مطيع جدا وجمهور منظم جدا قليل توجد مرت على العراق قيادات جماهيرية قليل جدا في تاريخ العراق الحديث توجد هناك قيادات جماهيرية لديها هذه القدرة على السيطرة على جمهورها بهذه الطريقة أعتقد بغض النظر عن لماذا الخطاب وتقييمنا السياسي إلى ولكن من ناحية القيادية من ناحية الزعامة من ناحية السيطرة على الجماهير اللي هي تابعة إلى أعتقد اليوم السيد مقتدى الصدر أحرج الكثير من الزعامات في العراق لأنه لا أعتقد توجد زعامة قادرة على أن تنافس هذه القدرة على السيطرة على جماهيرها بحيث في أقل من 30 دقيقة كان قادر على أن يطفئ بداية حرب داخلية أهلية شريسة جدا هذه الرسالة الأعمق الأقوى وأتمنى أنه يستثمر السيد الصدر هذا القدرة هذه القدرة على التحكم بالجمهور في أنه ينتج معادلة سياسية جديدة في المرحلة القادمة أتمنى أن أتمنى أن أتمنى